اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة على ان تلعب باقي المباريات في اليوم الموالي الى اخبار الاندية والمدربين حيث اكد المدرب الكورسي فرنسوا السيكوليني لمقربه وبعد تواجد اسمه في لائحة المدربين المساعدين للمدرب الفرنسي جيزلان برينتون مدرب نادي باستيا والتي نشرتها مجلة فرنس فوتبول عن رغبته في مواصلة العمل مع الكاناري وبقائه في النادي القبائل لاتمام المشروع الذي اتى من اجله والقادي باعادة هيبة الشبيب الضائعة الى اخبار اللاعبين حيث سيغيب فوزي شوشي عن مباراة فريقه في اللقاء القادم امام ملدي توهران بملعب احمد زابانا شوشي تعرض الى تمزق عضلي بخمس مليمترات في الفخد بعد قراره بمواصلة اللاعب في مباراة السياسي لتكلفه الاصابة غياب سيدوم عشرة ايام كاملة وفي اخبار اللاعبين المحترفين لم يوفق افسي بورتو البرتغالي ونجمه الجزائر ياسين براهيمي في القمة التقليدية امام الغارين بن فيكا وانهزم بتنائية نظيفة وبالنتيجة الداتية خسر نابول الايطالي ومدافعه الجزائر فوزي غولا امام الميلان في وقت لم يكلل اول ظهور تاريخي للجزائر الصغير بيلال بوطوبة باحراز نتيجة ايجابية مع مرسيليا والذي خسر على ميدانه امام موناكو بهدف مقابل سيفر وخطفت توتنهام الانجليزي ومتوسط ميدانه الجزائري نابل بن طالب فوزا تمينا على ارض سوانزي سيتي بهدفين مقابل هدف في حين تعطر سبورت انجليز بونا البرتغاني ومهاجمه الجزائري اسلام سليماني بميدانه مفوتا بذلك فرصة تحسين تموقعه في الجدول الترتيب اذا حمزة غوركوف يعلن قائمة الخضر للكان فعلا انيسا الناخب الوطني كريسيون غوركوف اعلن قائمة تضم 23 لعبا استعدادا للكاني 2015 بغنية الاستوائية القائمة ضمت بعض المفاجآت المزيد من التفاصيل مع الزميل محمد يزيد جمع اعلن الناخب الوطني كريسيون غوركوف عن قائمة 23 لعبا والذين سيشاركون في الكان المقبلة بغنية الاستوائية قائمة غوركوف لم تخلو من المفاجآت حيث تم ادراج اسم فؤاد قادر لاعب بيتس اشبيليا الناشط بالدرجة الثانية الاسبانية والذي لم يستدعى ولو مرة واحدة مع الناخب الوطني الجديد المفاجآة الثانية كانت باستدعى اسحق بالفودي في مكان كل من نبيل غيلس وبغداد بنجاح واللدان كان من ابرز المرشحين لتدعيم القاطرة الامامية للمنتخب في كان 2015 كما عرفت القائمة استدعى كل من لاعب نيوكاسل انجليزي مهدي عبيت ومهدي زفان لاعب ليون فرنسي يؤكد بذلك كريسيون جولكيف عن ما قاله في الندوة الصحفية الاخيرة حول هذين اللاعبين وما هي القائمة الكاملة حمزة؟ قائمة اللاعبين ضمت كل من مهدي عبيت من ندي نيوكاسل يونيتد الانجليزي بالفودي الاسحق من ندي بارما الاطالي بالكالم السعيد من طرابزون سبورة التركي نبيل بن طالب من توتنهام الانجليزي مجيد بوغيرا من ندي الفجير الاماراتي ياسين براهيم من افسي بورتو جابو عبد المومن من نادي الافريقي دوخ ازدين من شبيبة القبائل في غولي صوفيان من افسي فالونسيا غلام فوزي من نادي نابولي حليش رفيق من نادي قطر القطاري بالاضافة لفؤاد قدير من نادي بيتي سيفي الاسباني مهدي لحسن من خطافي ورياض محرز من ليستر سيتي وعيسى مندي من نادي رامس من بولحي رايس من فلادلفيا بالاضافة لكارل مجاني جمال دين مصباحة اسلام سليماني السودانية العربي هلالة بالاضافة لطيدر سافير من ساصولو وزفان مهدي من اولمبيك ليون وكذا زيماموش محمد لامين من اتحاد الجزائر هذا وضمت القائمة الاحتياطية اسماء سبعة لعبين هم كادامورو والياسين وقديرا ادلانا مصطفى السبع بالاضافة لمسلوب وليد بودبزريادة كاسحي احمد واخيرا بغداد بنجاح اذا لنعود الى النقاش مع ضيفنا الكريم حمزة اذا اسماعيل عودة اليك اول سؤال ما هي قراءتك لواقع تينس في الجزائر اولا قبل كل شيء انا نحب نعضر على هذه الديسيبلينا التينيس هي تنس ينبي القدرات العضلية والدهنية ثانيا فيما يخص كورة المضرب الجزائرية صح تينيس ما عنده شعبية كبيرة في الواسط الجزائري لكن ننظن انه كان متتبعين كوتر لهذه الرياضة يقول له تانيه انه تينيس هو رياضة الاغنية اسماعيل في العالم يعني معرف بالتينيس تعلي ريش اسكف تزاير هو تعلي ريش تاني نقدر هو لازم له كما يقولون مينموم دو موين لتينيس نقدر نقول لك بالأحسن لاعبين في الجزائر جاءوا من طبقات متوسطة من عمد الشاب نعم نعم من طبقات متوسطة من طبقات متوسطة من طبقات متوسطة من طبقات متوسطة كاين فيما يخص تانيت المسؤولين في الجزائر ربما اسماعيل تينيس في الجزائر عنده اهدف تجارية ماشي اهدف رياضية نعم التينيس تصبغ كي دمان بكوت بيبليسيتي سي نرمال يفوض لببليسيتي منها لكن احنا على المستوى الوطني نقدر نقول لك باللي أهم حاجة عندنا هي التكوين لازم نعود نراجعه سياسة تكوين تاع الشباب والمحبية هذه الرياضة وكاين تانيت ربما فوضى كبيرة في تينيس الجزائرين ماكاش امكانيات ماكاش تشجيع هو مجاعد العديد من المواهب في الجزائر تغادر ربما تغير الجنسيان اعطيك مثال كما لامينوهاب نعم لامينوهاب سي تانك اكسبسيونال دونك عريفي ان ستنى نيفو يفو بكو دمان لكن احنا على المستوى الوطني نقدر نقول لك باللي ما لازمش حاجة كبيرة باش نطوروا الرياضات تينيس في الجزائر لازم منها متابعة متابعة ومنشآت خاصة المنشآت اللي راه مخصوصة فهد الايطار هذا رئيس الاتحادية الجزائرية لتينيس سيد محمد ابو عبدالله قال بان اهدافه بين 2013 و 2016 هي اعادة تهيئة الهياكل الرياضية ورفع مستوى تينيس في الجزائر نحن الان على مغربة من 2015 اسكل اهداف هادو رئيس الرابط الوطنيات حقه مقدر نقول لك أنا على حسب ما شراني لاحظ ما كانش تطور كبير في مجال المنشآت الرياضية ما كانش منشآت جديدة من الاستقلال لحد الان وحتى المنشآت اللي رايكينا ما كانش يعني برنامج 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 تكوين راه مستطر على المستوى الوطني قال الانديا هادو ولا المدربين هادو هاو البرنامج اللي لازم يطبقوه على مستوى الانديا وبالنسبة لي ناديك انت طالعة شباب محمد ياسماعيل كيف اشتسر الامر عندكم وكيف تقومون بتقطير صغار تينيس الجزائريين يعني احنا نحاولون نعطيه حوال الامر اللي نعرفوها في هذا المجال هذا يعني في رياضة التينيس ونحاولون نحاولون نحاولون نترانسميتيه الميساج هادا لهذا الجيل المستقبل ليهو ان شاء الله بالك ياخد ازيمة من الامر ويعود يطلب هذا الديسيبلين اللي لازم الناس هم ليه دو مش حالتكم مرياضة اسماعيل يعني كيف اشتسر الامر نا العملي فات انا امبيران 50 اديران دونك سيديجان من سن 4 سنوات الى 12 سنة مقسمين الى افواج ويعملوا خاصة في الويكند هذا هو وراك تشوف باللي هاد الاطفال الصغر هادوا عندهم مستقبل ثنيس جزائري دا القون المتابعة من قبلكم من قبل سلوط هذا نورمال هوا الشباب الجزائري عندو دي پوتنسياليتي ومينموم يخرجوا لك زوج ثلاثة عندهم مستقبل فاد لا ديسيبلين لذلك يجب ان نعرف معهم وخلاص اذا لمشاهدكم نرحوا الى ابرز المباريات في القارة الاوروبية بالفعل انيسا ابرز المباريات في الدوريات الاوروبية الكبرى تتابعونها ملخصة في هذا التقرير الذي اعده لكم الزميل زكريا مستوي نستهل جولتنا الاوروبية من ايطاليا اين ساقط جويفينتيوس في فخة عدولي في الضوء الايطالي كرة القدم واهدر نقطتين اثرة عدوله مع سامبادوريا بهدف لمثله وانهى جويفينتيوس الشرط الاول صالحي بهدف سجله الفراسي باتريس افرا عند الدقيقة الثانية عشر وعدل سامبادوريا في الشرط الثاني بهدف سجله البديل منالو جابيدياني في الدقيقة الوحدة والخمسين ليرفع اليوفيرا سيدو الى 36 نقطة في الصدر مقابل 26 لسامبادوريا وعلى بلعبي جوسب ميارزا اصبح ميرونس يشارك الاضافي نابولي في المركز السادس ب24 نقطة بعد فوز عليه بهدف نرسفر ولم يتأخر ميرون في هزي شبك الضيوف بعد كرة الفراسي جيريمي ميناز عند الدقيقة السادسة في المرحة الثانية لم يتأخر ميرون في اضافة الهدف الثاني اثر كرة عالية ارتق لها بونافونتورا مطلع دقيقة الثانية والخمسين في انجليترا وصل مانشستير يونايتد انتفاضته بفوس كأسح على غارمه الازالي ليفيربول بثلاث اهدف للسفر واستهل اليونايتد اللقاء بشكل مثاليا اثر افتتاح تسجيل عند دقيقة الثانية عشر بواسطة لعبه واين روني وتعقدت مهمة الحمر عندما اتزت شبكه من المرة الثانية في الدقيقة الاربعين بهدف الاسباني اخوان مانويل ماطا ليختتم يونايتد المباراة بهدف ثالث من امضاع الهولندي بان بيرسي في اسبانيا مونيات لتيكو مادريد بهزمته الثالثة هذا الموسم حين سقط امام ضيفه فياريال بهدف لسفر اشبه لتيكو مادريد الى ثلاثة وثلاثين نقطة بفريق سبع نقاط عن المتصدر في المانيا تعدل بايال لبركوزن مع ضيفه بروسيا مونشنغراد باخا بهدف لمثله في ايطالي لمرحة الخمسة عشر من الدوري الماني وتقدم اصحاب الارض عبر تركي هاكان كان هاغولو بتسديدة من خارج المنطقة عند الدقيقة الثمانية عشر ولكن رويل بروز عدل نتيجة عند الدقيقة الاربعين وتجمد بذلك راسي دوبايا لفيركوزن عند النقطة الرابعة والعشرين في المركز الثالث متفوقا بفارق الاهداف عن بروسيا مونشنغراد باخا نولو لكس ماعيل ربما بعض المشاهدين انا محبين يدخلوا لدهم يا مارسوري رياضة تينيس ما هي الاجراءات اللي لازم يتابعوها باش يدخلوا لدهم الاقترب من الملاعب تينيس الموجودة على مستوى الوطني العاصمة خاصة ويعني انا نستحسن المبادرة تاعكم هادي اللي درتوها الناس صالوه برمي دو كونات خم بتي بو للا дисципلين اي دو كونات رم بتي بو لكلب بل كاين بزاف اللي يسكنوا في المحمدية وما يعرفوش كلوب تاع المحمدية اكساكتما وكذا هو يتقدمو من نوادي هاديا وكان دي فورميولار يعمروهم كم توتلي دي سيبلين بصح المواطنين هادو اسماعيل يقولوا بلي لبري تاع لابونمون تا تينيس في العام غالي بزاف يعني يتجاوز تلتملايين ونص السانة لا دا مايخصش كل الاندية هتا حدث عن مركز تا تينيس ابن عكنون نعم بو هناك كما يقولوا دي كلاب وين يسيروهم خواص يطلبو هاد لكن احنا في على مستوى تا تينيس كلاب المحمدية مايتجاوزش خمسالاف دينار الاشتراك العام ولا دا مايخصش كل الاندية لا تقوط بكو دا رجان بلس ان فورني الواتريال 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 لالنوفو لالي لالي جوار جدد كايين ثاني تنقطة أخرى اسماعيل البعد يقول علاش مانديروش مثلا في التينيس كي مدناه في كورة القادم في كورة القادم كايين المركز سيدين موسيط تحت دي المنتخابات علاش مانديروش تينيس مركز يوحدر يعني النخبة والملاعب هذي اللي بقات يعني اللي زاماتر لي مالا إلا عندنا الامكانيات لي مالا هي سورما سا دوا كوتي ببكو دعجان مالا وانا نظن بالليلو كان نقوموا أولا يعني او ديباغ نقوموا بهدو الكلب صغار دابار نديرو لامناجمات تحهم ومالي كونديسيون دي ترافاي بادي لعندنا لعبين يخرجوا عندهم مستوى عالي ومنا نوفروا لهم المراكز هادو مالي صحي يقدروا يجيبوا غير حاجة مليحة لتينيس الجزائر إذن سنعود إليك لعطائك كلمة أخير اسماعيل لكن قبل ذلك لابد أن نذكر مشاهدنا الكرام بقرعة الدورة الثمن النهائي من رابطة الأبطال الأوروبية والتي سحبت صابحة اليوم القرعة جاءت كالتالي باريسان جرما يستقبلون نادي تشلسي أرسنال يواجه موناكو مونشستر سيتي يواجه نادي برشلونا بايا اللوفر كوزن في مواجهة أثليتيكو مادريد دورتمونت في تنقل صعب إلى إيطاليا لمواجهة جيفنتيوس وشالك سفر أربع يستقبل ري المادريد العملاق الألماني بايا ميونيخ ينتقل إلى أوكرانيا لمواجهة شخطر دوناتسكا أما بازل سويسري فيواجه نادي بورتو والبرتغالية إذن نولو لإكسماعيل ربما كلمة أخيرة ورسالة تريد توجيهها للسلطات الرياضية في الجزائر كلمة أخيرة ندعو كل محبي هاد الرياضة ومتتبعي هاد الرياضة كيف يحاولوا يأه بسهر يحفو بسهر يحفو بسهر ليس مواجهة نبالطول طوالة مواجهة وكلش ما يحفو بسهر يحفو بلال الرغبة تاع كل واحد من أولياء ومن المتتبعين لا نستطيع أن نرفض هذا الرياضة ونرفع المستوى للجزائر خاصة على المستوى الإفريقي لنحن قادرين أن نكون لدينا مواهب على المستوى الإفريقي إذن إن شاء الله سمعتك صح على قبول دعوة الجزائرية لا يسلمك إذن شكرا جزيلا لك أسماعيل شكرا لكم مشاهدين الكرام على حسن الإصغاء والمتابعة شكرا لك أنيسة وعودة إليك شكرا لك حمزة شكرا على قبولك الدعوة إذن مشاهدين النشرة مستمرة بعد قليل أخبار الثقافية ابكم على